تهيئة الطلاب للسوق العمل من أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة وهما يصب في صالح تقيق أهداف التنمية المستدامة وتقوم استراتيجية الدولة في هذا الصدد على تنويع مجالات الدراسة ومواكبة التغيير في متطلبات السوق العمل هذا إلى جانب التركيز على قطع التدريب والتأهيل إتاحة التعليم لكل الفئات دون تمييز هو حق أصيل لكل مواطن والتعليم الجامعي هو حاضنة لأعداد الطلاب لسوق العمل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعد تأهيل الطلاب لسوق العمل أمرا لا مفر منه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يخص مستقبل العمل ولم تعد تركيبة الوظائف التي يحتاجها سوق العمل كما كانت في السابق وبات التركيز الآن على الوظائف في التخصصات التقنية والتكنولوجية ومن هنا جاء حرص الدولة على مواكبة هذا التطور بالتركيز على التعليم التقنية وتوفير مصارات تعليمية سواء في المرحلة قبل الجامعية أو ما بعدها وتسعى الدولة إلى أن تتضمن البرامج التعليمية برامج علمية ميدانية على أن يحتل التدريب العملي نسبة 75% فيما يقتصر التدريب النظري على 25% من مناهج التعليم في الكليات كما تعمل الدولة على التوسع في مبادرات سقل المهارات الرقمية لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل في هذا المجال وتعد الشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية من أهم روافد التأهيل لسوق العمل فضلا عن التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني ولا يمكن إغفال أهمية التوسع في إنشاء التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين لتهيئة الخريجين لسوق العمل إن النهوض بالطالب الجامعي يعد استثماراً في مستقبل مصر وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية الماهرة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية وتحقيق طموحات الشباب المصرية